الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي هاجر هذا العام الريفيارة وطنجة مستبدلا مفضلا مدينة نيوم البشروع السياحي السعودي الكبير الذي ما زال قيد الإنشاء لقضاء عطلته الصيفية طرح قرار الملك هذا تساؤلات عدة حول أسباب اختياره منطقة نائية لا تزال قيد البناء وكانت الأنباء السعودية أوردت هذا الخبر الذي يفيد بوصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى منطقة نيوم لكنها لم تتطرق بأي التفاصيل عن أسباب اختياره لهذه الوجهة والتخلي عن الإقامة الصيفية المعتادة في طنجة موقع صحيفة طنجة الإلكترونية كتب هذا التقرير وعنون العاهل السعودي يستدعي خدمه من طنجة ويقضي عطلته في السعودية في الحقيقة إن أول من كشف عن هذا الخبر كان الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق في تغريدة تعود لنحو ثلاثة أسابيع قال فيها أنباء عن أن الملك سلمان لن يقضي أجازته السنوية هذا العام في مدينة طنجة في المغرب خوفا من احتجاجات قد تشهدها المدينة بسبب موقف السعودية من ملف ترشح المغرب لكأس العالم ولكن لم تنشر أي صور للملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة نيوم لكن هذا الفيديو هو لولي العهد محمد بن سلمان جاب مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه يتناول الطعام ويقضي لحظات مع سعوديين من سكان المنطقة ويأخذ معهم صورا تذكارية التغريدات طبعا كتبت تحت هاشتاغ الملك سلمان في نيوم يقول مفضي الخمساني الملك سلمان في نيوم وتحول الحلم إلى واقع زيارة الملك سلمان إشارة إلى أن المستقبل يبدأ من هناك ابن عويد ماذا يقول يقول أن المشروع هو وهمي ولي يتم تنفيذه وفي أشهر الحلم نراه على الواقع بدأ بالفعل والملك أول من يزوره وكأنه يقول لهم السعودية تبني وأنتم تلطمون في بداية كلامه يقول قالوا أن المشروع وهمي لكن لويس يقول الملك سلمان ينور نيوم أبو فهد يدعم السياحة الداخلية والحمد لله سحب على المغرب اللي كانوا عايشين على سياحة الملك والوفد المرافق له لكن محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السابق لخص الموقف بهذه التصريحات يقول قرار العهل السعودي قضى عضلته الصيفية في مدينة نيوم للمرة الأولى بدلا من السفر إلى الخارج هدفه الأول تشجيع المشروع ويضيف لا توجد خلافات حقيقية بين السعودية والمغرب وتصويت الرياض ضد المغرب في تصويت الفيفا لم يؤثر كثيرا على موقفهما العهل السعودي هذه المرة فضل عطلته أن تكون في منطقة قاحلة ونائية وليس في طنجة المطلة على المتوسط واحدة من أكبر المدن المغربية هل هي تشجيع السياحة أم تعبير عن أزمة خفية لا أحد يعرف لا أحد يعرف